يمثل الملف الخارجي للعراق أكبر التحديات التي يمكن أن تواجهها أي حكومة وهو ما يدخل في محادلة تحقيق السيادة وهيبة الدولة ومع أول قصف إيراني في عهد حكومة سوداني تعود أهمية العلاقة بين بغداد ودول المنطقة والعالم في صلب عملية صناعة العلاقة الدبلوماسية التي يرى خبراء سياسيون أن نجاحها أو فشلها يملك التأثير الأكبر على الاستقرار الداخلي المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية دعت الحكومة لتحقيق التوازن وتحسين مستوى العلاقة الخارجية في تعليق على تحدي كبير يتمثل بانتهاك إيران المستمر للسيادة العراقية القصف الإيراني والتركي وأعمال الميليشيات المسلحة الخارج على القانون في الداخل العراقي جميعها ومنها السلاح المنفلت لم تحل على مدى سنوات ماضية رغم وعود حكومات سابقة تحدي يرى مراقبون أنه يمثل العنصر الأساسي في طريق نجاح أي معادلة سياسية وهو أيضاً سبب فشل الكثير من الحكومات المتعاقبة التي لم تتعامل مع ملف السلاح والتدخل الخارجي كما ينبغي على دولة سيدة ومستقلة ومع تصريحات تركيا على لسان رئيسها أردوغان أن تركيا ليس لها مشاكل مع كرد العراق وتركيا إضافة إلى تصريح حكومة السوداني بأنها عازمة على الاستمرار بالوساطة بين الرياض وطهران ومع استمرار وجود القوات الأمريكية بتقديم الدعم الاستخباري والتدريب لقوات الجيش في البلاد يتضح بحسب سياسيين أهمية استقرار العراق لدول المنطقة وكذلك أهمية نجاحه بعلاقات خارجية دولية لكنه لن يحقق فائدة مرجوة من تلك العلاقات إلا بانعكاسها على أمن واستقرار البلاد والنائي بها بعيداً عن تصفيات الحسابات الخارجية ما يعني مواجهة حقيقية لنفوذ الداخل المرتبط بولاءات خارجية وفقاً لما يعكسه مسلسل الانتهاكات المستمرة التي لم تتوقف